بعد أن تواصلت الانتفاضة الشعبية ولليوم الثالث على التوالي وكادت أن تنجح في العاصمة الصنعاء أقدمت ماليشيا الحوثي الإرهابية على ملاحقة موكب الرئيس السابق صالح أثناء توجهه في موكبه مع قيادات عليا في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى مسقط رأسه مديرية سنهان وقامت بتصفيته وإلى جانبه القياد ياسر العواضي والعميد طارق صالح وآخرون كما تشير كل المصادر بعد أن أصبحوا أسرى بين أيديهم وهي جريمة حرب مكتملة الأركان قد تكون الجماعة الإرهابية نجحت في قتل صالح لكنها لن تنجح في إخماد الانتفاضة الشعبية ولن توقف دعم القبائل اليمنية والجيش الوطني وقيادة التحالف العربي لها أعتقد النصر قادم عما قريب لأن المؤتمر الشعبي العام لم لم شعثه وتواصل مع أغلب أعضاؤه كون الوقت مناسب لطرد الميليشيات من العاصمة ونحن إن شاء الله بالتكاتف وتعاون جميع القبائل اليمنية سنقف إلى قانب هذه الانتفاضة الشعبية وسنتعاون معها ونسح حقاق النصر إن شاء الله بإذن الله بالتعاون والتنسيق الكامل مع قائرة الشرعية ومع التحالف العربي بقائرة الملكة العربية السعودية مقتل الرئيس السابق صالح مثل صدمة كبيرة للشارع اليمني وأعاد للأذهان مقتل العميد القشيبي قائد اللواء 310 في عمران بداية الانقلاب بعد أن وقع أسيرا بيد مسلح هذه الجماعة وأثار غضبا كبيرا وصل حد المطالبة بسرعة تصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية وتحريك الجبهات والسمرار دعم الانتفاضة الشعبية أعتقد أن المؤشرات الأساسية وخصوصا بعد فك الشراكة رسميا بين الطرفين بين الطرفين الانقلاب أصبح الآن يؤكد هذا يعزز عملية الاستمرار وكذلك التوقهات القديدة للشرعية بتعزيز بالألوية للقبهات والاتقاه نحو العاصمة الصنعاء يؤكد أن النهاية قربت لهذه الميليشية بشكل أساسي سواء كان على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي أحداث ستكون لها انعكاساتها على شتى الأصعدة وستضع ما تبقى من القبائل وأنصار الرئيس السابق أمام خيارين الانضمام للشرعية أو انتظار المصير المحتوم الذي لقيه صالح ترجمة نانسي قنقر